أروم امتداح المصطفى فيصدني قصوري عن إدراك تلك المواهب ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب ورب سكوت فيه عذر لعاذر ورب كلام فيه عتب لعاتبي كملت محاسنه فلو أهد السنة للبدر عند تمامه لم يخصفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي أروم امتداح المصطفى فيصدني قصوري عن إدراك تلك المواهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول العلامة عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المكناسي نزيل طيبة المشرفة المتوفى سنة ثمانين وثمانمائة رحمه الله ورحمة واسعة في نظمه الموسوم بقرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلوات ربي وسلامه عليه قال رحمه الله وجاءه جبريل في غار حرام بعد أربعين عاما غبر في يوم الاثنين بصورة العلق صلى عليه الله فالق الفلق سبحانه جل في علا لازلنا يا رعاكم الله مع ابتداء الوحي عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء جاءه الملك فقال اقرأ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني الثالثة فغطني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك لكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة انت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن آسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وكان مرأا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا النموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوى مخرجيهم قال لم يأث رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفطر الوحي بمعنى قطع هذا هو الخبر الوارد في ما وقع من هذه اللقية الأولى بين جبريل عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبذلك تحقق له أمر النبوة هذا الوحي الذي يتنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يظن المرء بأنه أمر هي بل فيه من الشدة ما الله جل وعلا به علم كان عليه الصلاة والسلام يلقى عنة ويلقى شدة ويكفي في الدلالة على ذلك قول ربنا جل في علاه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقل حسي وثقل معنوي أيضا ولهذا وردت الأخبار وتواترت وتتابعت في الإيمانة عما يغشى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشدة والكرب عند تنزل الوحي من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كاروب لذلك وتربد وجوه بمعنى تغير وفي رواية وغمض عينيه وكنا نعرف ذلك منه من شدة ما يلقاه عليه الصلاة والسلام وفي صحيح المسلم أيضا من حديث يعلى بن أميه قال قال لي عمر أيصرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوحى إليه فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر كما ورد في الخبر ومما ورد في هذا الصدد أيضا ما رواه أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء والعضباء هي ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أسمائها العضباء وهي القصوى معروفة ناقة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ تنزلت عليه صورة المائدة وصورة المائدة تنزلت عليه صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة أي نزلت كلها من غير تجزء ولا انقطع قالت أسماء وكادت من ثقالها أن تدق عضوض الناقة يعني الناقة التي كانت تحمل نبينا صلى الله عليه وسلم يكاد عضوضها يندق من شدة ما عليها من الثقل والشدة وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر بن العاص قال فلم تستطع الناقة أن تحمله فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها وعن عائشة عند أحمد بأن ناقته كانت تضع جرانها أي صفحة عنقها على الأرض فلا تستطيع الحركة من شدة ثقاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال من بعد أربعين عاما غبر أي مضت فلما كمل له صلى الله عليه وسلم أربعون عاما أشرق عليه نور نبوه وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه فهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن أربعين هذا قول عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه يعني القرآن والوحي من ربه تبارك وتعالى وهو ابن أربعين سنة وتحدث العلماء عن هذه السن لأنها السن التي يكتمل فيها ثلاث قوى القوة الأولى هي قوة العقل والإدراك في هذا السن يبلغ الإنسان قوة عقله وإدراكه والقوة الثانية هي قوة البدن والتحمل والقوة الثالثة وهي قوة التجربة يكون الإنسان إذا بلغ الأربعين قد عركته السنين ومرسته وحنكته التجارب ولهذا كانت الرسل تبعث في هذا السن إذا بلغت أربعين سنة أما ما يذكر عن سيدنا عيسى بن مريم بأنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة فهذا لا يعرف له أصل ليس أثارا يمكن الاعتماد عليه حتى ينبني عليه هذا الخبر أما يوم مبعثه صلى الله عليه وسلم فيقول ابن القيم غيره لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم بعث يوم الإذنين والحديث في ذلك في الصحيح في الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتاذة أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم يوم الإذنين وعن صيامه قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي وبعث فيه كما في الحديث أما الشهر الذي بعث فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اختلف فيه فالذي تبناه الأكثرون والذي نقله الحافظ بن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل وهذا قول أكثر العلماء لماذا ذكرت أن هذا القول هو قول الجمهور وقول الأكثرين لأن ثمة من يقول غير هذا لأن بعضهم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث في شهر رمضان بدليل قول ربنا جل ثناؤه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإليه ذهب جماعة ومنهم يحيى الصرصري ولذلك يقول في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة في رمضان وقول الأكثرين هو الذي يترجح لماذا لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن في رمضان أنه أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزل بعد ذلك منجما حسب الوقائع والأحداث في ثلاث وعشرين سنة وقوله رحمه الله في يوم الاثنين بصورة العلق صلى عليه الله فالق الفلق فقد أبنا عما ورد في ذلك من الخبر الذي أوردناه عن صحيح الإمام الوخاري في حديث ابن شهاب الزهري فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أروم امتداح المصطفى فيصدني قصوري عن إدراك تلك المواهب ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب ورب سكوت فيه عذر لعاذر ورب كلام فيه عتب لعاتبي كملت محاسنه فلو أهد السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي